تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وقد تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 361 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 81 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 42 طن مواد غذائية وأما في مجال الاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط ما يقرب من 9 أطنان سلع غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 20 طن وأما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 425 قضية من بينها 105 قضايا خبز ناقص الوزن و 128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلية تم ضبط 8 قضايا بمضبطات بلغت قرابة 79 طن من الأقماح المحلية